تنصيب أعضاء المكتب الإداري الجديد للصيدلية المركزية للمبيعات هو الهدف من تنظيم هذه المناسبة التي بدأت بكلمة المدير المكلف بالتسيير الإداري لها داودا الحاج آدم عن مراهل إجراء المسابقات والمعينات المدير العام السابق للصيدلية عثمان جبرين عثمان فقد تناول في كلمته الإنجازات التي حققها مع معاونيه طلال ترأسي لهذا الجهاز وطلب منهم وصلة النشاط مع المجر الجديد من أجل تحقيق الأهداف التي ترجوها الحكومة في جانب توفير الصحة والخدمات العلاجية للمواطنين الأمين العام لوزارة الصحة العامة الدكتور حامي جبر أثناء تنصيبه الفريق الجديد قال إن الصيدلية المركزية للمبيعات لها أهمية قصوى تتمثل في مد جميع المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الأساسية لذا طلب من الفريق الجديد العمل بكل جدية وتوافق من أجل بلوغ تحقيق برامج الرعاية الصحية أما المدير العام الجديد للصيدلية المركزية للمبيعات فقد قدم باسم الفريق الجديد كلمة أكد فيها في نهاية المناسبة قام الأمين العام لوزارة الصحة العامة الدكتور حامي جبر برفقة رئيس مكلس إدارة الصيدلية المركزية للمبيعات بتنصيب الفريق الجديد التدقين ظاهرة من الظواهر السلبية التي انتشرت في كثير من المجتمعات بدول العالم وقد اتسأت دائرة هذه الظاهرة لتشمل ملايين الأفراد من مختلف المستويات الاجتماعية ولا شك أن التدقين في هذا العصر أصبه أكثر انتشارا وأشد قطورة بين الشباب المتعاطين وبهذا القصوص جاءت الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية أميس لإطلاق مشروع مكافحة التدقين والحد من تعاطيه بحلول العام 2030 المستشار بوزارة الصحة العامة ممثل الوزير الدكتور محمد النور ودك تطرق في قطابه الأهمية الاتفاقية الرامية إلى مكافحة التدقين وقرار الحكومة الشادية بمنع التدقين في الأماكن العامة تقريباً 5 ميلون إنساني توفق أي سنة في العالم لتدقين السياحية حكومة شاء الله وقالت حسن التدقين ممنوع التدقين في المدارس ممنوع التدقين في المقاتل ممنوع التدقين في الأسواق أما ممثل منظمة الصحة العالمية أميس الدكتور جان بوسكو أضاف خلال كلمته بأنهم يؤدون تشكيل لجنة عليا لمكافحة التدقين تعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات العامة لتنفيذ ومتابعة البرامج الموضوعة والمحافظة على مجتمع سليم ومعافي من كل العمرات التي يسببها التدقين ترجمة نانسي قنقر